جيش الإسلام يفعل ويفعل محمد زهران علوش المسؤول العسكري فيما يسمى جيش الإسلام قتل خلال اجتماع لمصالحة بين مجموعة قيادات من أحرار الشام وفيلق الرحمن في منطقة المرجي في الغوطة الشرقية بغارة للطائرات الحربية استهدفت علوش في مزرعة غرب حموريا في غوطة دمشق الشرقية علوش من موالد عام 1971 في مدينة دومة بالغوطة الشرقية لدمشق سافر إلى السعودية وأكمل التعليم الشرعي في الجامعة الإسلامية بالمدينة منورة من هنا كان الدعم السعودي له فبعد عودته عمل على الدعوة للسلفية في مسقط رأسه وبعد مشاركته في حمل السلاح ضد الجيش العربي السوري أسس ما يسمى بسرية الإسلام وكانت ضمن تحرك سمي بغرفة عمان والتي كانت تهدف إلى احتلال دمشق ومن ثم تطورت إلى لواء الإسلام وأخيرا إلى جيش الإسلام علوش الربيب السعودي احتضنته تركيا هي الأخرى وقام بزيارتها ورقاء مسؤولين أتراك وأمريكيين واستطاع التنسيق مع جماعة داعش الإرهابية فسهل لها السيطرة على بعض المناطق في الغوطة الغارة التي استهدفت وبدقة مركز اجتماع قيادات جيش الإسلام والتي أدت إلى مقتل متزعيمه وشقيقه ومساعده والناطق باسم الجماعة وكذلك قائد فيلق الرحمن وإصابة نائبه أتت نتيجة تنسيق ومعلومات استخبارية قدمتها الاستخبارات السورية بعد ملاحقته وتتبع أثره ما كان له الدور الأكبر في استياده ترجمة نانسي قنقر